أحسن الله إليكم وبركة فيكم من أسئلة الفاكس التي وصلتنا فضيلة الشيء قبل بداية البرنامج هذا شخص مريض يقول في المستشفى أصابته جنابه لكنه لا يتمكن من الاغتسال وجعل يتيمم إذا حضرت الصلاة بدون أن ينوي رفع الحدث الأكبر وجلس على ذلك مدة فهل تصح صلاته التي أداها يا أخي فيه تشويش في الإرسال طيب أعيد السؤال طيب يقول فضيلة الشيخ هذا شخص مريض في المستشفى أصابته جنابه لكنه لا يتمكن من الاغتسال وجعل يتيمم إذا حضرت الصلاة بدون أن ينوي رفع الحدث الأكبر وجلس على ذلك مدة فهل تصح الصلاة التي أداها إذا أصابته جنابه وهو في المستشفى ولا يستطيع الاغتسال جاز له التيمم على الصعيد الطاهر الطيب فيجوز له التيمم لأنه عاجز عن طهارة بالماء ولكن أنت تقول إنه لم ينوي رفع الحدث إنه لم ينوي الجنابه لم ينوي الجنابه نعم وهو لماذا تيمم إلا أنه عن الجنابه فما دام أنه أصابته الجنابه وتيمم فهذا التيمم هو عن الجنابه ويدخل فيه التيمم عن الحدث الأصغر أيضا ويصلي والحمد لله نعم موسيقى